ورحي طبعا المشكلة اللي على الساحة الآن ظهرها وليت طبعا لجنة الانضباط والدكتور خالد البطين وما يحصل الآن في الاتحاد وأنا أقول طبعا هو مشكلة حقيقة عندنا أزمة ثقة متبادلة حقيقة بكل أمانة في كل لجان الاتحاد وحتى مع الأندية ومع العلام الرياضي للأسف حسن النية غير موجود للأسف أنا أقولها حتى في الإعلام يعني همنا كثير أن يكون فيهم فعالات وفيها إثارة أكثر من يكون في عمل جدي حقيقي للكرار السعودي وهذا خلل كبير صراحة يمكن تزعلون مني كأعلاميين لكن الإعلام له دور كبير في هذا الموضوع يعني أصبح الآن أصبحت الكرة خارج الملعب تماما 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 إثارة مفتعلة وصوت عالي وبالعامية مناغر والمحصلة الفنية ضعيفة جدا من نتاجها الخلل بين اللجان وعدم القابليه ما في نادي يقبل قرار نهائيا حتى لو كان القرار أبيض واضح في الوسط بدون أي خلل وقرار مقنع تماما لكن من يكون عليه القرار لابد أن يبدي سؤنية وهذه اللجان وللأسف كل نادي يقول الآن اللجان مع النادي الآخر أنا فعلا أتمنى يجي يوم مسؤول النادي يقول هذه أخطأ بشر والخطأ وارد والمشاكل ممكن تحصل في كرة القدم لكن ليس بهذا الشكل اللي دائما التهمة حاصلة ولا أقتنع أبدا للأسف باختصار لا نملك الفروسية الحقيقية بصراحة في كرة القدم أنا نقتنع بالمنافسة الحقيقية وأن الوضع يجب أن يكون مقنع تماما تخسر وتكسب وهذه حال كرة القدم هذه هي الفروسية وهذه حال كرة القدم مفترض لكن للأسف غير موجود هذا الكلام